اهلا بكم وحلقة جديدة من بصراحة الحقيقة النهاردة ضيوفنا نجوم ومعانا نجم انا الاول هو نجم في الطرب واصبح نجم في التمثيل واصبح نقول ايه نجم شباك معانا الفنان سعد الصغير معانا ايضا نجم النجوم ونجم الكوميديا اللي بكانا واضحكنا كثيرا فنان طلعت زكريا فنان طلعت زكريا لما قلنا لك ان سعد اضيف معاك دي ما سألتش لي واش معانا سعد لا انا عرفت ان يبقى فيه ممثل ومطرب اه اتجاين يعني مختلفين فانا رأى حطي يعني سعد صديق وزميل فده شيء يسعدني ان انا يكون معايا سعد اه الارادات ابتدت حققها في افلامك هل ده يزبط ان انت فعلا يعني اثبتت وجودك عالساحة ولا زي ما الناس كثير اوي بتقول ان الموضوع عشان بيبقى تجاري اوي فبيعمل ارادات في الشباك لا هو فضل ربنا الحمد لله ان القد في اخر ثلاث سنين قالوا ان سعد صغير نجم الكوميديا خلال الثلاث سنين اللي فاتوا فعشان كده ربنا اكرمني والناس طبعا بتسمع النقد نجم الكوميديا يعني انت عليت عن احمد حلمي عن فنان عاد الامام عن كل الناس دي لا عشان ارادات انا فضل ربنا فيلم شارع الهرم جاب اراد في يوم واحد بس في تاريخ السلمة المصرية اعلى اراد يعني؟ اعلى اراد في تاريخ السلمة المصرية كلها ده بشد النقاط وبكل والتذاكر استاذ طالعب حديثك موافق على الكلام ده ان سعد صغير هو نجم الكوميديا في الثلاث سنين اللي فاتوا واعلى ارادات انا موافق على كل الكلام اللي قالوا بس نجم الكوميديا دي بعيدة شوية بعيدة احنا عندنا نجم الكوميديا واحد ده الاستاذ عاد الامام بشهادة الملايين في الوطن العربي كله يأتي بعديه بقى حلمي وساعده انا عن نفسي في درجة متأكرة يعني ساعد في الكاتجري بتاع حلمي انا فيلم شارع هرم جاب اكتر من بوبوس حضرتك انا بقولها حكة بس انا فيلمي جاب ارادات احسن من ساعد الامام في فيلم بوبوس يا بيه ما قلتلك عشان فيه ترابات تاتي ترابات تاتو المهم في ترابات تاتو ترابات تاتي انا فيلمي جاب ارادات تاتي ترابات تاتي ترابات تاتو طي ما أنا بقوله ما قلتك appearance حضرتك اللي قاله tout le Vin is the star a friend ايو هو investment لعب مش فيك العالب في الجمهور اللي بيخدش الترابات تاتي والترابات تاتو هو هو استذا لعت ما قالش ان هو احسن نجم COMEDIA موجود على الشيحة والا انا ادعم القلت ا locker لا انت قلت لكن هو النقاض حضرتك اللي قاله النقاض أنت قلت porque لو النقاض قاله كده sorry وہا ما بيفهموش استذا لعت هماangan له كده لا الكتب عليك نجم COMEDIA يبقى بيفهمش انت نجم في الغنى دي ما نقدرش نختلف عليها. وفي السر ما برضو اسطلعت. لا في التمثيل لا التمثيل ده حكاية بعيدة. عشان تبقى راحك بادة اسطلعت واخد من الموقف قصت حش عشان برضو المتفقين. ليه فقصت حش عشان. يعني هو ما بيقولش عليك نجم عشان هو واخد منك موقف قصتك. نعتقدش ان كلامك مظبوط يا سعد. انا شايفك اسطلعت انا طبعا بحكاية. لا انا هقولك الحقيقة عشان في الموضوع ده انت مش نجم كوميديا انت نجم غنى. ونجم ك كمان في ناس بتتعداك يعني في ناس متخطياتك في الغنى. زي مين حضرتك? لا زي حكيم. حكيم يعني اعلى من سعد صغير. طبعا. انا بالنسبالي شعبان عبد الرحيم. اعلى من سعد صغير. اعلى من سعد صغير. دول ناس كده بوسطاء والابلتي بتاعهم ظاهرة على الشاشة. يعني في مراحل. لازم كل واحد مننا يبقى عارف موقعه فين. ما لان انا يا حضرتك اسطل حكيم نجم انا بانا حضرتك. انت نجم. لا دول انا استاذ عكيم واستاذ عبد البسط حمودة. لا دول انا اقدم مني بس لكن مش حسن مني في السودة. لا اقدم لا اقدم. اقدم مني علينا. ده وصولي الابلتي اعلى كمان. انا ما عرفش يعني ايه قبلة. القبول والقدرة. لا القبول ده بتاع ربنا. هم اقدم مني لكن مش حسن سودة مش حسن مني. دول دول بيقفوا بيقفوا يغنوا من غير ما يرقصوا. كلهم بيغنوا من غير ما يرقصوا. لا برافو كان. ده ده رأي حضرتك وانا احترم حضرتك. انت بتعتبر نفسك اعلى من القسوس طلعت ذكرية? في السنتين اللي فات طبعا اعلى مستطلعت. اللي فاتوا دول حضرت. ما شمعنى سنتين اللي فاتوا. عشان انا يا حضرتك جبت ارادات اه يعني يا بطلعك. يا دي الارادات اللي فلقنا بنا. ما هي دي حضرتك ارادات السنتين اللي فاتوا دول حضرتك. يعني انت عايز تنزل في العيد. اه. ونازل عند مصريين مكتعبين. اه. وعمل لهم رأس. اه. وعمل لهم غنى. اه. وعمل لهم موضوع شعبي من الدرجة الاولى. مش عايز الفيلم ينجح. ماشي يا سودة طلع. ما هو ده اللي بقول لحضرتك. طب خلاص. يعني ده مش اعجاز. المهم ان انا كنت في حضرتك انا عملت في الميني ستنى لفتح الحضرتك. كسروا مصر. ايه الموقف اللي حصل. وخلى يبقى فيه خلاف بك. اه. عايز اسمع انا الموقف. انا كمان. واسطلعت. انا بحب بحضرتك وانا. عايزار بس. ايه الموقف اللي حصل. انا عايز اسمعه. ايه الموقف اللي حصل في الفيلم. عايز اسمعه. يعني هو شايف ان سحمد سبكي زي بقول كده بلالدي مدلعني. طبعا في جملة هنا. جملة هنا واسطلعت جملة هنا. فايه ساد سبكي مسلا او اي حد سيناريست او سحمد عبدالله. يقول لي اقول جملة هنا. فهو اسطلعت يعترض. ليه خلاص. انا اشتغل بالسيناريو. هو جملة وانا جملة يبقى سيناريو حضرتك. في ايه ما فيه مسلا على الهوى جيه. اسطلعت ما انفعش. راح حضرك اعمل مشكلة بسيطة ان ما انفعش. وعشان هو المدلل وهو ابن الشركة وهو هو. حصل مشكلة بسيطة كده. ونفس المشكلة دي مع استاذ برضو نيكول سابة. ان هي بتقول كلام خارج السيناريو. وراح متخانق معها وعمل مشكلة برضو. انا هو. فانا بتقل ان هو من ساعي طوى. حق واخد موقف ما بيني. من حق اجاوب. اه طبعا. اه طبعا. انت كذاب. ليه يا اسطلعت. انت كذاب بقول لك عمر دا ما حصل. ليه يا حضرت. عمر دا ما حصل. انا بسيب الكلاب تقول في الافلام بتاعتي. يعني انا كلب حضرتك. لا مقصودش. يعني لو في كلب عايز يقول افه حلو. اسيبه يقوله. لان انا مع الافه الحلو. دا ما حصلش. انت بتكذب. ودي مش غ غلطتك. دي غلطت انا. ان انا جيت في حلقة انت فيها. ومعرفش بقى دي غلطة الاعداد ولا غلطة مادام ريهام ولا. تشكرا سيزانا مش ينفع اتكلم معك تشكرا سيزانا. لا انا. 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 لما يبقى في حد. المفروض اجي. في شبه مناظرة بيني وبيني. لا لا ما فيش مناظرة خالص. يبقى على. يبقى على مستوية. دا هو اتقلبت المناظرة اتقلبت كده. لا يبقى على مستوية. العزل دا كذب. وفترة. ويعني ازا كان في فيلم جاب ارادات ورينا شاطرتك في النفضل. من اللي بعد كده. لا حضرتك حصل حضرتك وحضرتك وسو عمال بل سبكي موجود. ممكن تكلمه. ممكن تكلموا حضرتك. دا اللي حصل بالزبط. لا هو. استو س طلعت بيتكلم في الحاجة. ان فعلا انت مش مفروض يا ساعدي. تتعدى اه يعني حدودك. لان هو يعني في الاخر استو الس طلعت اكيد. معلش ش. اتسمعي لي يا هيما اسألوا سؤال تاني. انت اعلقتك بالفن. ايه ايه يعني؟ دخلت الفن ازاي؟ بموهبت استaret. بموه وبعدين تغني ورا رقاصة. طب ودعيب اصطلعت. وبعدين تطلع تهز وتوز. ما رقاصة حضرتك. ما انت جبت مروح حضرتك تفحها وتفحها رقاصة وراسمعات. انا ما جبتش حد اللي جبتها المنتج انا ما بجبتش حد. وردت ليه طيب. انا وانا ما يعلم مش ده دورها. ما انت كنت بتروس معها برضو رقاصة تبعيب اصطلعت. انا هاي بتعمل نفس النوعية. انا بعمل نفس النوعية لا يمكن. وما بغنيش تلع ما بيعرفش وكلام كده والناس والصراحة راحة. هي اللي غنيت. ما انت كنت ابلتن عليك ابلتك. انما مش هاطلع اقول العنب والحمار. معليش هاطلع اغنية ليك اصطلعت. اغنية الحمار ليه? لا انا اسف لا انا بتكلم. تلع انت ما بتعرفش. انا واعرفش. نغير نغير الموضوع. اه. لا مش نغير الموضوع. يعني واضح ان مش هيبقى فيه مواضيع. ده نغير الموضوع. لا عشان بس ما. لا عشان ما تنرفس. ممكن اسيب الاستوديو وامش. لا ليه بس. حريك ماينفعش تسيب الفيديو ليش حريك دف aquestنا مش ليكه. هاتجيبلي ساعد الصغير. هاتجيبلي المين شاعبان عبد الرحيم. هاتجيبلي المين حكيم. الفاند عبد من العباد ربنا انت حركيا. هاتجيتامين عبد العبد الباص حيزي حى بس حالتك كده Bearixتى بتقلت في حكيم وفي عبد الباصه. لا دول يجو لي دول لييجوا يععدوا قدامي. دول لييجوا يععدوا زكري. مثل أستاذ عادي ما ما يعرفكش اساساً. لا ما يعرف tenían فالم самомجبرناً. احسن منه. احسن منه. احسن منه. احسن منه. احسن منه. عارف ان فيه جلسة زي دي وحيجي يقعد معاك. حيجي يعني مش حيلحة يلبس. حيجي مش شور. المتواضع يا فنم. يقعد معاك من لهفته. انه هو يقعد معاك. اللي خلى حضرك عادت مع رأي سوزاعد الامام مش يقعد معايا. عايدة عاجة بتاعت ربنا. سوزاعد الامام متواضع جدا حضرك يا ما تعرفوش. سوزاعد الامام اكيد طبعا انا حكبت ايه. متواضع جدا. لو عايدة عايدة حيجي يقعد عايدة. ما جبتوش ليه يقعد معاك في القاعدة ايه. البرنامج يا فنم يعني تكلفته انت عارفة بس سوزاعد الامام بياخد اكيد. ولو انا عارف. نقع الراجب. تطلعتني معناش فلوس كمان. لو بيحبك حيجي من غير فلوس. لو طيقك حيجي من غير فلوس. انا شكرا حاكي السوزاعد ايه ايه انا سوزاعد ايه انا اخذ موضوع طب نروح للفاصل ونرجع مرة تانية او سيصل على زكريا وفنانس على الصغير. ما عليش انت اتغيرت برضو يعني انا 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 عادت معاك في اللقاء من سنتين ما كنتش كده. انا ما اتغيرت فان بص انت بتقول ليه النقاط دلوقتي حاجة بيقولك ايه بيقولك بالرأس وبيعايف حضرتك. ما هو انت استفازيت لانك بتقول انا النجم اعلى نجم بقوله حضرتك كستة عيش شعبي دلوقتي بقول ليه انا مفتكرهوش تفيلم كذا كذا وبيعيب في فيلم حضرتك ووكال منه عيش برضو ازاي حضرتك. هو بيكلم عن رأي والفني. وانا بنجد قعد قدامك اسموك هالعيش. انا ممثل بمثل واخد فلوس. طب فيلم تباخ الرئيس ده انا بالنسبة لحضرتك ولا حاجة. يعني بالنسبة لانا حاجة. بقوا عشان ما فوش تربات تتي ولا تربات تتو. لا ده كان تطبيل للنظام السابق بس ان اخر كبارة دايرت ان احنا تقايم بقى. احنا احنا. فيلم فيلم تباخ الرئيس ده تطبيل للرئاسة. سعد انت ما يتعاش انك تقايم سعد ما تكلمش في السياسة لانك كنت متراشع لرئاسة الجمهورية وفي ناس اديتك اسوطها. عشان انا ضد الرئاسة وضد مبارك وضد الناس دي كلها. ما تبوص سمعتك. اه ضد مبارك حبير. اه ضد مبارك. اه ضد كتا تبقى ايام كوميدي جدا. يعني تخيل الاطفال هم واقفين في طبور المدارس بدأ ما يقولوا ياحيا الرئيس جمال عبن النصر او انوار السلاة. ياحيا سعد الصغير تترالالا. منهزر. 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 السلام الجمهوري في المدارس. ايه لا ايه لا ايه لا ايه لا ايه لا. واتبقى العيال بقى واقفيني غان من بعد. بحبك يا حمار. اه. بحبك. احنا بنهزر. احنا بنهزر اوات ازعل. احنا بنهزر. استرعت من الموقف الجريئة اللي باحترمك فيها جدا. هو موقفك ايام ثورة خمسة وعشرين يناير. لما كان فيه لغبطة وانفلات السلوكي غريب. وعدم احترام الرأي ولا ديمقراطية. وكنت مصمم على رأيك اللي كان مخالف لقراء ناس كتير قوي. حتى لو كان الواحد حسسها ما كانش بيقدر يقولها. بالزبط. موقفك اتغير? اطلاقا. خالص. لم يتغير الى الان. ليس مؤيد لمحمد حسني مبارك? انا لازالي الرئيس بتاعي هو محمد حسني مبارك. الى الان. خالص. خالص. انا مش شايف رئيس غيره. اول واحد تقول ان كان فيه تحرش من دانة تحرير واقعد ويقولك ازاي بتقول كده وازاي مش عارف ايه بعدين بعدها حصل ستمائة وعشرين الف قضية تحرش. مليون قضية بتحرش. لكن اللي بيغير موقفه برضو غريب. يعني تغيير موقفك ده انا مش مش بيتهمك باي حاجة. لكن انا اعرف. لكن انا اعرف ان كان ليك موقف مخالف خالص. كنت مؤيد للرئيس محمد حسني مبارك وكنت معايا انا في حديث في قناة المحمر قلت ان انت بتحب الرايس. ودلوقتي بتقول انك مؤيد للاخوان غريبة برضو. انا انا انا. تعلمتش يعني. انا ما انكرش انا قلت كده بس احاك اتعلمت غلط. اما عرفت رئيس مرسي وعدت ارعنت الحاجات اللي بعملها كلها حبيته. حبيته. اه يكفي انه اعرف رئيس متواضع ينزل لجيب حاجة الحاجة بنفسه. ايه كان بيجيب فول معك من العربية ولا ايه? ايه كان بيجيب الحاجة بنفسه. لا متواضع متواضع انا قابلته في صلاة فجأة. لا انا عايز اعرف يعني ايه بينزل لجيب الحاجة بنفسه. مش تنك زحرك كده في صلاة في التجامة والخمس حاجة. انا وفنان انا حمد هلال سلم علينا حاجة دي وازاي. رئيس. حضراك بقى انا سوريا حضراك. كده بقى تحطه فوق دماغك عشان من كده. هو عش بص عشان حسن مبارك بيجيب بص طلعت زكريب يا حبيب. يا عم حسن مبارك مش عايزك تحبه. هو انت كنت عتزود حاجة لحسن مبارك. بص نعاد ثابت ازاي? ثابت على الموقف. انما انت متعرج برضو. يعني شغل الافراح مأثر فيك جامد. طب احنا معنا فيديو ممكن نشوفه مع بعض. لساعد ولا مين. بس. ما علاقة محمد السوبكي بالثورة. بس. اه. ده سؤال. بسأله لك وبسأله للسادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا. اه. ايه اللي دخل الثورة في افلام محمد السوبكي? ولماذا يدافع محمد السوبكي عن الثورة? في اخر فيلم الفيلم في المنديل. طلب مني محمد السوبكي ان احنا نحط صورة رئيس السابق في اخر الفيلم. هل لي لان رئيس طالما شاف فيلم طبخ الرئيس اللي انت عملته. وروح تعادت معاه. وقع عجبي بحيتفرج على الفيلم ده كمان. وكان فعلا رئيس السابق انا هتفرج على كل الافلام اللي بتعمله. فهو حط صورة الرئيس في اخر الفيلم من باب ان لو رئيس شاف الفيلم يعني. فجأة بعد الثورة لقيت ان شايل صورة الرئيس وحطت صورة شهداء 25 يناير في اخر الفيلم. واعلم في الجرايد ان انا اللي كنت طالب احط صورة الرئيس السابق في الفيلم وهو رفض. تعليقك ايه بتاعتي? تعليقي ان انا على كلام اللي انا قلته ده. ده انا مش حدث ايه. يعني هو كان مختلف في الفيلم عشان صورة الرئيس تشالت وتحط 25 يعني 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 قد ايه محترم في موقفه وثابت الى اخر تزقيقة. انا اقول رأيي حاجة. اما اقول رأيي حاجة بتهجمني وبتغلط فيه. مش عاجمك. مش عاجمك. اقول رأييك كموقات عادي ما اعملش استاذ. طب ماشي استاذ. ورأيك اموقات عادي قطع تذكرة ودخلت. انا رأيي ما كانش فيه اصلا فيلم. انا عايز اقولك حاجة بقى احدى بس. يعني في الفيلم منديل دي اللي هو حضلك. لو انت كنت عملت فيلم ايام الرئيس مبارك. وطلبك انك تقابله. كنت عترفض? لا طبعا مش هروح. هتجري علاء ديك ورجليك. لا لا. لا لا مش هروح. ما تقوليش لا لا لا. لا لا ما طبلش النظاب السابق ده خالص. تطبل مين دا كنت عتطبل على افاك ساعتها لو ما روحتش. انا بحب الرئيس مورسي. وبرضو بحب الرئيس محمد مورسي. يعني انت يعني انت بتنزل تأيد الرئيس عند جامعة رابعة العدوية. اه. وعمل اغنية للرئيس محمد مورسي. ان شاء الله تزيع. ان شاء الله بإذن الله. اسم محمد مورسي. سادة قبلها يكلوك عند رابعة العدوية لو روحت. انت حالك كده. مش بيعتبروا خالص لانت بتعملوا دا مثلا في حرمانية او اي حالة. انا بعمل لها حضرتك انا بفرح الناس. استطلعت بيقول. لا لا انا بقول من وجهة نظرهم يعني ده. لا ما فيش اي حاجة عادتك. ما كانوش قابلون حضرتك وقعدوا معايا وصلوا معايا. يا عم مالك انت بالدين ومالك بالسياسة ما تخليك فعالك. يا عم مالك ومالك انت ومالك اخوان المسلمين. ما تخليك فعالك. ما كلين انت حالك مش مسلم. انا مسلم. يا انا مسلم يعني اخوان مسلمين. انا كنت باريس جمهورية حضرك انا عارف كل حاجة. انت جاهل. خلاصة الكلام. انت جاهل. انا كنت باريس جمهورية حضرتك. رئيس جمهورية. لو كنت ربنا كرام مجيعت كنت هديك شاقة أو توكتوك زي أي مواطن شاقة أو توكتوك أنا عايزة بس أسأل سؤال يا سعد أستطلعت أنا بس عايزة أقول لو بقى دا رئيس جمهوريتي أنا كموقفي هيبقى إيه كان هيبقى إيه موقف حضرتك طيب ممكن للسؤال لحضرتك إحساسك إيه لو بقى رئيسك سعد الصغير تبقى مبسوطة طبعاً وهحس بيها والغلبان لو سمعت ما تجاوبش حاضر فتنا أنا عايزة من دمري هم تجاوب حاسب بقى هو صاحبي ولا لا يعني هيبقى فخر ليكي إذا كنا إحنا منضرب على قفانة برد لوقتي عشان رئيسنا اسمه كذا أما لما هيبقى سعد الصغير ومش بناة طبعاً حراك أنا كنت هدي لكل مواطن يشق أو توكتوك والله العظيم وهعالج الناس ببلاش إنت تعرف حضرتك لو كنت دخلت الرئاسة تعرف تجيب تلاتين ألف توكيل في يومين ما تعالك عشان تخش رئيس حاسب بقى تلاتين ألف وواحد ما حبايب أجل في شوبرا تروح تجامل أفراح تجامل أفراح طيب أحب توكيل ده إثبات إن أنا حضرتك أنا عايزة أسأل أنا موفقة بقى رئيس جمهورية شوبرا إنما رئيس جمهورية مصر أنا عايزة أسأل النجومية هل بتتحدد بكمل فلوس؟ يعني ساد صغير رئيس يعتبر راجل غني أجره في النهار ده طالب أجر كبير جدا ما أعتقدش لا ما أعتقدش إحنا شعب يحب الهيسة وده ملك الهيسة أنا اتفرجت عليه كتير وهو بيغني يطلع فوق الترابيزات وهو بيغني يطلع فوق كتف وواحد تلاقي على كتف وراكب ست حامل تلاقي فوق بطنها وهو بيغني يعني ما فيش مفيش هيسة أكتر من كده ده كان طالع اسمه هيسة في الفيلم مش كان اسمك هيسة في الفيلم بس أنت بالرغم من الكلام ده اشتغلتوا مع بعض أنا كنت بقول جمل أقترب منه في قصة الحياة الشعبي وكنت بدحك في قصة الحياة الشعبي والصورة بتاعتي في البانر في العفيش أكبر منه واسمي قبل منه وفضل ربما سألها الفيلم اتناسب لي إن أنا سعد صغيرة هادي كل الموضوع ففي حزازية فالناس ما تصدقش يا جماعة للناس تقول أنا لو بطلع فوق ترابيزة يعني إزاي يا غني واحدة عامل روح أطلع فوق بطنها دي إزاي تيني لا ده ما بالعاية برضو استنع لا لا وبقولش تشبيه يعني ده كناية على إنك بتتصرف تصرفات غير عارف كناية يعني إيه يعني تشبيه تشبيه إيه يعني استهار كناية يعني يعني وي كأنك ففرح بي إنت حراك ربنا ربي خليها لك طبعا الله يخليك مستلة جميلة وحد طبعا ربنا ربي تبقى نيه مستلة مش عجيبك مش عجيبني عشان في حوامل كتير في الفرح مش عايزينه مش عايزينه حبيب يا سعدة والله سعدة انتم تعتبروا نفسك وإنكم مختلفين أنا مش أكمل بعدين حراك لأ سانيا معه لا لا ولا ما أكمل والله سعدة لبقى لا لا بطلق يا سعدة والله خلاص انت انت أنا عشان يعني ما نكتش عالناس في الحلقة أنتم مختلفين أصلا بقى بر البرنامج مفيش أي اختلاف لأ بحبه جدا هو عارف تحبين استطلع بس هو بيتدعي إن أنا بحقد عليه أنا بيتش بتحكد على استطلعت أنا بيتش حتى استطلعت أنت دخلتك للحلقة بس أنا بيتش صح يا سعدة يعني كانت تخد كده بصراحة يعني تستفز أي حد وبعدين رجلة يا رجلة قدامي أنا عدتها عدتها أنا رجلة على فكرة تعبنة مكيرو كوافيرو حتة سبرية على حتة دي بتعيرني عشان ما عنديش شعب بتعيرني مع حتة الله العظيم أعظي يا راجل ما جايز في يوم تبقى زحلة كده ما تلاقيش حدة بسبرية تتحط فيها بس أنا عمري ما عرف أغلط حدك أنا قبل تصويرك بتقولك هساعد نزل رجلك بس قلت سيبه شوي توسي في حقيقة أنا رجلة أنا تعبان عام فاشحة لا 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 أنت بس بتبين أن فيه جاز مشيك ماركة وبانطلوم من جنبكم من وكالة البلع بص حداتك من الآخر عشان أنا هتكلم بقى حداتك هو الموضوع كله زي ما بقولك حداتك إزاي سعد الصغير يركب على العفيش كست حي الشعبي هو فيها إيه لو حد اتكتب قبل حد أو حد عيه أو حد ولكن ده ما يعملش خلاف ده أعمل اختلاف لكن ما يعملش خلاف كان يضرب من كل السابة عشان قالت جملة برا لأ لا بقى تلمة لأتديك على وشك بقى اتلمة أنا ماضربش حد اه أنا ماضربش على حد وحزقك وحشتمك لو شتمت وضربتين غزقنا تحت أمر حديك لا ما تقوليش لو شتمت حشتمك لأنك مستفلة لو شتمتني وضربتيني انا حاضر ابن كل سبع ازاي يعني؟ يا فندم لو شتمتيني ودربتيني انا لمكن ارد على حضرتك يبقى منستفزنيش لا انا مستفزنيش بقول له اي حضرتك حضرتك عشان ده ما يحصلش لا حضرتك هم اه هحضفت بقى اي حاجة وهيبقى شكلك وحش لا فندم انت اه وانا اساس ابن كلب جزمة في الاحكايات دي اقول الله العظيم هنا في حمار قوله بحبك يا حمار بقى تشكر اساس مشكلة اساس مش محتاج تعمل كده لاني ساعد صغير معانا في البرنامج وبيعما فيك مقلب لا نظر معا تبقى تخيل انها هتمشي عليه نساعد صغير يتقلط عليه او يتنجم عليه او يعلى عنه ولكن هي رسالة اللي عايزين نقولها زي كل حلقة ان مش معنى ان احنا مختلفين ان يبقى بيننا خلاف مش معنى ان حد يعلى عن حد او حد يتخيلنو حاجة يبقى ده برضو يعمل بنا خلاف برضو انا شايف انه كان صبور عليك جدا وانه حواره كان مؤدب جدا لان لو نجم في حجمه سمع الكلام ده كان لازم يضربك بك كباية على طول فانا باحترم حدك ونفسي يبقى بيننا حوار ونفسي نسمع بعض ونفسي نختلف ولكن ما يبقاش بيننا خلاف شوفكو بكرا واصباح الاخير شوفكو بكرا واصباح الاخير